أعلن رؤساء وكالات إنسانية تابعة الأمم المتحدة في بانا مشترك أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونوروى سيكون له عواقب كارثية على غزة وأوضح البيان أن سحب التمويل من الأونوروى أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة كارثة إنسانية متسارعة يمر بها سكان قطع غزة نتيجة محدودية المواد الغذائية والإغاثية وعلى الرغم من ذلك علقت العديد من الدول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونوروى وفي اكتماع لبحث الأزمة التقل أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ممثل الدول المانحة في مقر المنظمة الدولية وأكد جوتيريش أنه أطلع مانح الأونوروى على خطوات اتخذت لاستجابة لاتهامات إسرائيل للوكالة وفي بيان مشترك أكد رؤساء وكالات إنسانية تابعة للأمم المتحدة أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين سيكون له عواقب كارثية على قطع غزة وأوضح البيان الصادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها أن سحب التمويل من الأونوروى أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة وعلقت العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيل للأونوروى بأنها سمحت لحركة حماس باستخدام مقراتها في قطع غزة في أعمال عسكرية وجاءت اتهامات الجديدة بعد تشديد منسقة الأمم المتحدة لمساعدات سيريد كاخ التي عينت مؤخرا على أنه لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل محل الإمكانيات الهائلة للأونوروى ومعرفتها بسكان غزة وأعلنت الأونوروى أنها سارعت لاتخاذ تدابير لكنها حذرت من أن قطع التمويل سيؤثر على المدى